اهلا بحضراتكم مرة تانية في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق أهلا بحضرتك دكتور أهلا بيك وسهلا عمارة المساجد بمعنى إيه؟ نعمرها يعني نبنيها يعني وننورها ولا نعمل بيها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد العمارة ونوعات أحدهما أساس والثاني لما نقدر عليه الأساس عمارتها المعنوية المعنوية يعني إيه؟ إن أروح أعمر الجن معنى أم لا أصلي أبقى موجود في الجمع والجماعات أبقى موجود في الاعتكاف لو سمح بيه أو تيسرت ليه ظروف أبقى موجود في إقامة الشعائل بشكل عام يبقى دي العمارة المعنوية اللي المطلوبة أساسا تيجي بعد كده العمارة التانية بقى معايا فلوس ربنا يكرمني أبني جامعة مش معايا فلوس أبني جامعة أقدر أساهم في جامعية زي البروتقى بتعمل جامعة أساهم معاها مش عارف الناس تانيين بيعملوا أقدر أساهم بشكل أبقى آخر طب المسجد مبني وكل حاجة أقدر أساهم النهاردة في عمارته بقى بمعنى أننا أفرشوا أجدد فرشوا أنوروا مش عارف عدد مية إلى آخره يعني فتبقى العمارة بالتنين المادية والمعنوية لكن في نوع منهم ما يستغناش عنه وهو العمارة المعنوية هاب إن أنا النهاردة ما شاء الله ربنا اداني وروح تباني جامعة إن شاء الله ببيت مليون حاجة فخمة كده جميلة وما بصليش ما بصليش بقول ما أنا باخد سواب كل اللي بيصلوا بقى مش أنا بقدت لهم جامعة ما كانس حد غلو صحيح يعني في أسس يفن في أسس لا أسو يعني خلي بالك إنه يقولك بيجيب لك سبح فيقولك أنا هاخد سواب الناس اللي بتسبح كوي بس لما كنا أنا بسبح بس لك سجاد بصلاة هاخد سوابك عشان إنت هشجعك إنك تصلي عليه ومال بس أقول أنا بصلي فالمنطق ده وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانة لسعيه لازم وهو مؤمن والإيمان واكرة في القلب صدقه العمل شكرا ما فيش عمل على فكرة الآية دي عشان نعرف كمان ما بتركبه الآيات مع بعضها الدينة بتبقى سهلة أو بتقضحة جدا لو قرينا الآية اللي بعدها تلاقيها أي إنما يعمر مساجد الله لآخره أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن ما هم المشركين يا فاندم هم اللي كانوا معهم إرش وهم اللي كانوا بيفتخروا بيه وهم اللي كانوا أيمين على الجامع على البيت الحرام من باب إيه حضثك الشهر أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر يعني حتى اللي هيعمر المسجد الحرام مش هيتساوب اللي بيصلي فيه ومؤه وهو مؤمن ما يمكن ما هي دي كانت المسألة أبو جهل لحضرتك كان عنده فلوس فيقدر يجيب الناقة ويروح دبيح يقول كله شوفوا محمد يعمل لكم ايه محمد مسكين صلى الله عليه وآله وسلم فهو فاهم بقى ان مدام أطعم الحجيج ويجاب لهم حد يطلعهم من بير زمزم ويسقيهم يبقى احنا كده بقى ايه من الافضل بقى ما هي الحزب كده بالنسباله احنا اللي بنطعم الحجاج وبنسقيهم انت بقى عملت لهم ايه يا محمد استغفر الله عليه الصلاة والسلام فهو بالنسباله كده ايه الحجر الجميلة قوي فربنا يقول لهم لا مش دي العمارة المطلوبة اجعلتم ثقاية الحد وعمارة كالمسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله ما يستوش دمعة ده فانا النهاضة يا فرحتي ربنا اداني يا رب اعتنا كلنا ونعمل اداني فلوس عملت جامع ما حصلش وبصليش ما قيمته هذا لا قيمة طيب انا ما عنديش لكن بصلي وبعمر الجامع الحمد لله الادان بيدا بنزل اصلي فالجامع مفتح بينا بالمصليين الطيبين دول فانا عمرت الجامع هو ده فاحنا يا رب بقى يعطينا الاثنين ما نكراش نتمنى ان يبقى عندنا ونرجو الله عز وجل الرب بنا يعطينا فانعمر بالابدان صحيح بنصلي الجوامع وهي فاضية ما هي مهجورة طبعا هو ده ما هي مهجورة هو ده زي اللي بيهجر القرآن وبيهجر الجامع وبيهجر ذوكته وبيهجر يعني خلاص ده العكس بتاعها تمام فانعمر مادي وانعمر معناوي لكن يوم ما نقصر او ما يبقاش عندنا قدرة رجل غلبان فقير كون اللي بيقضع ليه روحي الجامع يصلي مهجورة خيرك ده المطلوب منك ده حيل وقاوش قدرتي بعد كده بقى حط في الصندوق حاجة اتبرع هنا في حتة اعمل في حاجة خير وبرك طب قولي بقى انا هسألك سؤال بره للقصة كلها طب بقى الناس اللي بتغالي في يعني يعني بتجيب نجفة لوحدها بمليون جنيه بتجيب مش عارفين يعني هل ده يساب عليه لانه فيه ناس برضو تقولك ده بيت ربنا يعني هي بيبقى ده نيتها تمام انه بيت ربنا نصرف ما احنا بنصرف على بيوتنا وبنصرف على المصايف اجي عند بيت ربنا واستخسر خليني الله يباركلك خانا افرق بالنعين رجل ربنا اعطاله وعنده مال وفير وهو اللي هيقوم بدا ومش مؤثر في حق الفقراء والمساكين تمام حق ربنا للفقراء والمساكين طلعوا وده حاجة بالمذكر عايز يعملها بقى يعني لله عز وجل دون ان تكون على حساب الفقراء والمساكين جميل مسجد الرحمن الرحيم تخشي تلاقي نفسك في حاجة محترمة قوي والراجل من حر ماله شكريه وربنا يرحم وحسن إليه مثلا يعني انما انا بقى ما عنديش كسالم عبد الجليل وجيت قلت ايه يلا يا اخواننا عزين نعمل جامع وبتاع بس احنا عزين نعملو لأحدى استراز ونحط فيه احسن نجف ونجيب مش عارف ايه دهب ونجيب بتاع طب حدك ده بقى منجيبك ولا منجيب الغلابة ما هي ده الحسبة بقى يعني عندي ناس عايزة تاكل وعايزة تشرب روح تقيل لهم بقى لاش بقى تاكل وتشرب وانتو بقى انا اخذ الفريس دي احطها في الجامع وازينه بالشكل ده لا يا سير انت عايزة تعمل جامع أحسن من بيتك يا رب ما نكراش بيت ربنا وجمل وعمل بدون ما يبقى فيه فيه أداب يعني اقدر اعمل حاجة جميلة وغالية وكل حاجة بس ما تبقاش ملفتة مشتتة الانتباه مش عامل ألوان مش عارف ايه وعلق صور ايه صح يعني هي الفايصل كده انه اللي يصرف منجيبه يصرف تفضل عايز تعمل حاجة للمصنين من خلال فلوس الناس انغلابة والطيبين يبقى يا دوب على قد من قيم الصلاة وتبقى حاجة كويسة قوي وبيوت ربنا تبقى بالشكل طيب فيه ناس تقولك ما هو الأولوية وفقه الأولويات الناس اللي جعانا والناس ما طبعا هي لغاية ما ما نموت ولغاية ما الايامة تقوم هيفضل فيه فقر طبعا تمام في الدنيا وهتفضل من الأولويات ان انا اغير يعني اعمل اغاثة للملهوف وكذا وكل ده انما برضو وجود الجامع في منطقة ما فيهاش حاجة خالص ما فيهاش اي ده مصدر تنويري برضو طبعا وده غذاء للروح طبعا ده برضو بياخد الناس من الضلال يعني فكرة برضو وجود الجامع في مكان ممكن يقوي حد انه يروح يتوضى ويصلي ويعرف ربنا صحيح دي سببها برضو كبير خلي بال حددك في حاجة مهمة قوي مش معنى ان احنا بنقول انه هنعمر بأبداننا ونمنى المساجد بأبداننا ونصلي ولا أخره ان احنا ما نعمرش بناءا بالعكس ما هنعمل ده عش الناس تروح ولما يكون عندي مسجد في منطقة ناقية ما حاولوش مساجد كتير واصبح ضرورة يجوز ان اقدم له ساما من الزكاة اللي هو بنكسين في سبيل الله ده رقم واحد رقم اتنين احنا عالفين كويس اوي ان احسن انواع الصرقة الجارية في بناء المساجد هي مش موقوفة على المساجد بس يعني في حاجات تانية مستشفيات وعندنا اشياء كثيرة جدا صرقة الجارية لكن اتفقت الامة وفطرة الناس ان بناء الجامع من احسن انواع الصرقة الجارية فإيه اللي يخليني احكم عن مثل هذا وبعدين انا مش مطلوب مني ان انا يا ام ادفع مئة الف جنيه ما ادفعش ان شاء الله رب اساهم ب الف جنيه هتقول لي ما هو جامع بيتكلف عشرة مليون ايه يعني الف جنيه في الموضوع مفحص القطاع احسن الله يفتح عليك ويبارك لك النبي يقول لنا كده من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع ونقدر اصلي في مفحص قطاع هو عش الطائب ايه يعني عش طائب مهما كان الطائب ده ان شاء الله حتى يكون ايه انا هقدر اقف اصلي في عش طائب اما المقصود هنا ايه المقصود هنا ان شاء الله تضع قلب طوب معايا فلوسة جيبت الف طوبة فتضلوا الف طوبة انا برعت بيهم وهم طن اسمنت وطن حديد اللي يقدر بقضل المستطاع قدرنا ربنا يكرمنا ونطلع ده من الصداقات هتبقى صاركة جارية جارية ليه لان هي قاعدة بناء احنا هلموت وهو قاعد عيالنا واجيالنا هتموت وهو قاعد والناس هتصلي فيه وهو الاخر مثلا عسناتنا قدرنا يبقى خروا بارك مقدرناش يبقى اقل لها ادعي للناس اللي بيعملوا ولما يتعامل الجامعة عمروا بقى معنوية هيبقى بعد كده المسجل حديدك ما هوش بناء وخلاص وانتهى الموضوع فيه تكاليف اخرى فيه تكاليف تشغيله وفيه تكاليف حديدك فرشه الى اخره فيبقى دايما عينينا على الجوامع نعمرها بالمعنى العام الشامل لكل معاني العمارة من ناحية المعنوية بصلي فيها من الصيبة خاربة ومن ناحية المادية بقدر اساهم ولو بالقليل ان ما كفتش في المكان والحي الصداقات يبقى ما فيش مانع نضع فيها سهما من الزكاة ولو حتى تمن الزكاة بتاعتنا طيب سبحانه وتعالى طبعا يعني هو بيأمرنا بالاحسان وبفعل الخير يعني عمل حساب الجعين والعطشان والله محتاجة حاجة يعني معنوية وحاجة مادية كل شيء يعني حتى الكلمة الطيبة صحيح كل شيء معمول حسابه وبميزان ومكتوب في القرآن والسنة المية من الحاجات اللي ذكرت في القرآن وذكرت في السنة ويعني ما هو لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى فحاجة بقى موضوع تحليط المية كمان وإن احنا نجود في الصدقة لما بنعملها هو لا شك زي ما الناس محتاجة جوامع تصلي محتاجة قبل ذلك بيوت تقويه ومحتاجة أسباب للمعيشة وعلى رأس أسباب المعيشة يكون فيه مياه ومياه صالحة للشرب أحيانا بيجوا على المكان اللي صحراوي ويدوب فيه عشر اتنشر بيت ده هيكفون بير ما يبقى عندي كرة عدة كرة في مورد مياه موجود لكن مورد دهوان قد يكون مصرف قد يكون فرع من النهر النيل أو خلافه ده محتاجة تتحله وساعتها محطة المياه دي هتغني قرية واثنين وثلاثة واربعة إلى آخره بتكفي مدينة بيعزبها بكراها يبقى في هذه الحالة يصبح فرض الوقت لما يبقى عند عدة كرة المياه عندهم ضعيفة أو غير موجودة ويحتاجون إلى هذا بقى بقى ليه أولويات في الصدقة زي ما المسجد في المكان اللي ما فيش فيه مساجد لو أولوية تيجي برضو محطة التحلية زي البير اللي في بيئة ما فيش مياه خالص تقوم تيجي محطة تحلية لبعض الكرة اللي محتاجة ضخ مياه نظيفة فيها محطة حلية معروفة أنها بتكلف مئات الألاف لطبيعه ده منطقي بحسب حجمها كمان فشيء طبيعي ما حد يقدر يقوم بها لوحده فكان من الضروري أنه كل حد يساهم ولو بساهم يسير في هذا الأمر وبرضو هيحتسب زي ما ربنا قال في أو أنه وسلم قال في الجامعة المن بنى لله المسجد ولو كان مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة يعني حتى اللي ساهم بالقليل هيبقى برضو نفس الكلام اللي بيساهم في محطة التحلية سيأخذ أجرا كأنه ربما أقامها بالكامل لأن ده ما قدرته وإحنا دايما بنتكلم عن أن ربنا عز وجل ما بيحسبناش بالكم بقدر ما بيحسبنا بالكيف إن أنا لو في نيتي إنه كنت أعمل محطة هذه الواحدة لو قادر بس أنا ما أقدرش ودفعت سهم بألف ولا ألفين ولا ثلاثة يقوم ربنا يعطيني الأجر على نياتي كأن عملتها وده المنطق اللي لازم يكون سائد بيننا المحطة دي حديقة هتخدم كرة يعني بيوت ناس هتأكل وتشرب وتغسل أوانيها بدل من تغسلها في مياه مش كويسة فهنحفظ عليهم على صحياتهم ده في حد ذاتهم من أجود أنواع الصدقات فالناس ما ينبغيش إن هي تحسبها بس لا أنا مش أقدر أعمل محطة الوحدي يبقى ما فيش داعي أساهم لأني ساهم ولا الأجر كأننا عملناها بإذن الله جميل التقي النار ولو بشق تمر صحيح الموضوع ما لوش علاقة يعني الصدقة الجرية ما لهاش علاقة بإنه الحاجة مبنية وعيشة لغاية ما الإيامة تقوم إنما ليها علاقة بالإخلاص في العمل وإنه هي ممكن تفضل جرية حتى لو الحاجة نفسها يعني مش موجودة هديك مثال بسيط يفنهم لو افترضنا النهاردة إن إحنا عملنا مدرسة مثلا أو أجرنا مدرسة نعلم أولاد وبعد كده تحدد الأولاد دول مش كيبروا ونفعوا المجتمع أيوة مش تجوزوا وخلفوا ونفعوا والنفع مستمر أيوة هو الشيخ اللي حفظنا الكرآن اللهم مرحمهم يا رب جميعا كل من سهم في تعلمنا الشيخ اللي حفظنا الكرآن حتى لو أنا النهاردة أجره هي أنت هيقف واللي في ناس ثانية برضو الحملات أعلمه على أدينة لا أوه فهي بضل مستمر وفي علمه ينتفع به طبعا المدرسة بتاعتها مثلا كانت متأجرة مثلا اللي كان بدفع إيجار المدرسة ده المدرسة خلاص يعني خدوها أصحابها أو عمل مدرسة تانية وثالثة وربعة إلى آخره اللي كانت متأجرة دي ساعتها هل يقدر حد يقول أنس لما سهمت أنا كده ما هي راحت خلاصي المدرسة والبنت مش عارف عنه ولا بتاع أبدا في ناس زي أمثالي وأولادنا وولا آخره انتفعوا بهذا فالصلاة الجارية هتمشي من هذا النوع جميل العبرة ليست بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله اشتركوا في القناة